يعود سعد سمير مدافع النادي الاهلي للمشاركة في المباريات مع فريق خلال الانقاء كامبالا سيتي الاوغندي المقرر لها 15 مما يلجاري في الجولة الثانية بدور المجموعات الافريقي كان سعد سمير يعاني من اصابه بكدمة شديدة في الركبة تعرض لها في مباراة الزمالك بختام الدوري غاب على اثرها عن مبارتي الاسيوطي بكاس مصر ثم التراجد نوسي في البطولة الافريقية وقال سيد معوض المدرب المساعد الاهلي ان الجهاز الفني فضل اراحة سعد سمير امام التراجي ورفض المجازفة به لكنه سيشارك وبشكل قوي في لخاء كامبالا سيتي الاوغندي